عبر بيروت وانتي فور برحب فيكم جميعاً بحلقة جديدة من بودكاست أصدقاء اعملوا لايك وسبسكرايب على مواقع التواصل حتى نوافيكم بكل جديد وضع صناعيين بلبنان بالبقاعة تحديداً بمواجهة هالتحديات هل قدروا يستغلوا الأزمة لصالحهم بمكان ما وشو الاشياء اللي بتلعب ضدهم كل هالأسئلة منطرحها على رئيس تجمع الصناعيين بالبقاعة نقول لأبو فيصل أهلا وسهلا فيك بيروت وانتي فور كيف ننعمم يعني أو نوصف وضع الصناعة بلبنان بالبقاعة تحديداً لأننا نعرف البقاعة هو على الصعيد الصناعي كما على الصعيد الزراعي هو نوات أو لولب الحركة بلبنان كيف ننصف وضعكم هلأ؟ نعم بدي أول شيء أشكرك على الاستضافة لتعينا بعد عشرين سنة صغيرة الفكرة أنه نحن مقامنين بهذه البلد ووجودنا هو فعل مقاومي وما استشهدنا شباب لنحمل ونفل هيدا دق الماء ماء نحن بقيم بلبنان لكل اللي خايفين على الصناعة اللبنانية بتطمنهم الصناعة اللبنانية تعيش اليوم عصر النهضة لأنه في عدة عوامل اجتمعين عم بتفاجئنا بأنه عصر النهضة بيظل هالأزمة اللي عم بتعيشها البلد ربا ضارة النافعة مش عطول الأزمات مادام سميرة بتجيب مصايب أوقات الأزمات تعمل تصحيح لكتير إشياء اليوم نحن من بعد هاي الأزمة الاقتصادية اللي نحن بآخر قيامة من بعد ألف يوم من الحصار المالي والاقتصادي على لبنان وما أدراكي شو مرع علينا وكملت معنا بالأوبئة وبالكورونا يعني كملت بكتير إشياء بكتير أمور بحكام أغبياء بأهل السلطة فيشلين فيني كمل معك لبكرة وصف لا فيك تقولي أنه اليوم الصناعة حدفل وبدنا نظلنا مآمنين أنه نحن فينا نكون قوة بلبنان فينا نكون أقوياء في لبنان فينا نكون قوة صناعية في لبنان باتحادنا الأزمة اللي ما رأيت علمتنا كتير إشياء صححت العلاقة بين الصناعيين مع بعضهم بين بعضهم وحضرتك العبت دور كتير حلوة هالعصائية لأن أنت بتآمن بقوة المجموعة صحيح فيني أكد لك وهذا شرف كتير كبير قدرنا حققناه أول إنجاز عمله تجمع الصناعيين بالبقاء صاروا الصناعيين يحبوا بعضهم لأنه فرده مصيبج لأنه كمان في مطرح معين عم يلتقوا فيه عم يشوفوا مشاكلهم يعني من بعد ما نكون نحنا ننبرم لنحل المشكلة بطرق اللي بتنحل فيها بالطرق العادية صرنا ندور على طرق استثنائية على نستعمل علاقاتنا شخصية نستعمل اليوم الأدرات الموجودة عندنا لنقول لهيدا الطاقم السياسي الحاكم في لبنان اللي أثبت فشله من التسعين لليوم بإدارة البلد عبر كتير اشياء هلها منحكي عنها نقل له نحنا مش فالين اليوم الصناعة اللبنانية أقوى اليوم الصناعة اللبنانية عندها مستقبل كتير كبير نتيجة أنه واحدة من الاشياء اللي تصححها هي وجود المنتجات اللبنانية بالسوبر ماركت ولكن هالمنتجات اللبنانية اللي عم بتقول أنه صحيح تلت ما كانتها بالسوبر ماركت حتلت ما كانت صدارة المنتجات اللبنانية بس بزيت الوقت هي عم بتعيني من مشاكل كتير منها التهريب منها عدم وجود تسهيلات للصناعيين ومنتجين أكيد هلأ هتا نحن نقصم المشاكل لأنه أكتر مشاكل موجودة عند الصناعيين هي بمنطقة لأنه عندها أكبر حدود مع سوريا وفلتين لحدود كلنا بنعرف وعندك المصانع غير الشرعية الموجودة بمنطقة لبقى كتيرة المصانع بكمية كبيرة يعني نحن عدد المصانع بالبقى حوالي 1100 مصنع مسجلين بوزارة الصناعة يقابلهم حوالي 700 مصنع غير مرخص غير شرعي يعني خدي مدينة مثل بارليس واليوم عم نحكي مدينة معا ضايع بارليس عدد سكينة 40 ألف في مية وخمسين ألف لاجئ ومواطن قادم من خارج حدود يقيم فيها بيشتغل على عينك يا دولي بيعمل أجبان وبيعمل ألبان وبيعمل حلويات وبيعمل ملاحم وكل شيء وتركينه نعم الدولة اللي ما بترائب فقط عم بترائب بلايحة محددة اسمية المصانع المرخصة قلوه روح فوت لعندها وديك عامل مصنع برغل وعم يسلق برغل من ميت النهر بيقول لك هذا ليس شغلتي أنا مش معياد عندي هذه ما اعتبرين أني الشباب للأسف هون أنا كمان في حديث كان عندي أسبوع الماضي وقلت هذا الشي أنه هذا دوري بلدييات ونحن هلأ حنصع إلى مسح جغرافي ميداني على الأرض لكل المصانع غير الشرعية نتواصل معهم نجرب نساعدهم ليعملوا شرعنة وجودهم أنه أنا ما عندي مانع إذا فيه مواطن سوري إجا عامل مصنع إذا عنده مواصف بالأنون نعم مثل ما لبناني عم يطلع يعمل مصنع بالسورية أو بالسعودية فيه الأنون يضمن الحرية للكل بإنشاء مصانع بإنشاء شركات تجارية باللي بده إياه نحن ضمن الأنون أهلا وسهلا فيهم مرحب فيهم طيب كمان يعني كان فيه مشاكل أنتم ومصلحة اللي طاني ووصلتوا ل تسوية نعم توجه لقاء استضفتوا يعني كتجمع الصناعيين بالبقاع مع مدير عام المصلحة دكتور سامي علاوية نعم نحلت هالمشكلة تماما بعتقد أنه آخر تصريح لألو للدكتور علاوية قال أنه نحن أمام نهاية سعيدة للمشكل بين الصناعيين الاشتباك بين الصناعيين ومصلحة اللي طاني وسبعين بالمية من المصانع التزمت بإنشاء محطات وأنا هون كان عندي كلمة ترحبية فيه باستضافة وبتجمع الصناعيين بقاعة أفتمار بجاردانيا كان اللقاء واضح غسيل القلوب أنه هذه أول مرة من خمس سننة نحن نقوم بمع بعضنا لأنه كانت المشكلة كبيرة أولا أنا بدي أعترف أنه الصناعيين كانوا لا يشتغلوا لا يشتغلوا أنت جنحة أعملوا إياها أعملوا إياها جنية هون نحن الفرق الذي يزعج بس كمان كمان أنا لأكون صادق اليوم في محطات مكلفة مليون دولار وخمسمائة ألف دولار الصناعي لو ما نوجع مركبهم كان عم بيكب النهر كان كله بالليطاني كان كله عم بيكب بالليطاني وهلا أنت اليوم قدام الليطاني عم بتنحل تعيشوا فيلي نهر إبراهيم ونهر بوعلي ونهر القاس ماني النهر الجنوبي عندك أنهر لبنان كلها بعد خارج محافظة البقاء بعد المصانع عم بتكب الأنهر وهون صرخة عبر موقعنا اللي منحبه أنه تفضلوا يا الصناعيين اللي بيخارجوا بمنطقة البقاء كمان تمثلوا بمثل البقاء والتزموا وهون وزارة الصناعة عم تلعب دور كبير وزارة البيئة عم تلعب دور كبير إنما بدنا نعمم ثقافة الرقي الثقافة الرقي ما نقز البيئة ما نقز البيئة لنربح مصاري أكتر كمان من الأمور يلي هيك تفردتوا فيها ولفدتوا مشروع الصناعي الصغير هيدا المشروع هو يعني كيف عم بتشجعوا الصناعيين الصغار المبتدئين على هالطريق أنتوا عم بتحبوا إنه هن كمان يمشوا عزيز الطريق حقيقة هي بلشت الفكرة باحتفال تخرج طلاب بإكليريكية لدي سي حنة برياء مع أبونا إليس إبراهيم اللي مواكبنا دايما برعاية البطريار كان موجود وشفت أنا طلاب متخرجين عشر طلاب من المدرسة وحشد من الطلاب الصغار بعمر السنوات الأولى كمان لابسين تياب تخرج هيدا لفتلي متعملت بحث عن الموضوع واكتشفت إنه مش نحنا أول ناس عم نطلع فيه لقيت إنه فيه ببعض الدول عم بيطلعوا بهيك أفكار الهدف منها تعميم ثقافة الولاء للمنتج الوطني هيدا الشاب الصغير عم يربع ابنه عشر سنوات نفوته على المصانع يشوف يفلش يفكر للمستقبل إنه أنا متل ما بدي أعمل حكيم أو مهندس يعمل صناعي لأنه اليوم الصناعيين اللي موجودين بلبنان كلهم عم مستوى من السقاف والعلم ما رحنا قد نهدي كلها شركات راكي بدل الصناع اليوم علم ما فينا نشتغل صناع بنون علم بدون خبرة بدون كفاءة وبالتالي اختصاص إنه تكون صناعي بدما أنا أعمل صيدلي وصار في عنا تخمي بعدد الصيادلي طيب لاش ما بأعمل مصنع أدوية بدما أروح أنا بمطرح على ضلنا كلنا نعمل مثل بعضنا أنا بيجيني كتجمع الصناعيين بالسنة أكتر من ألف طلب توظيف ماركتين طيب أوكي كم فيك توظفي واحد بالشركات عدد المتخرجين بالجامعات اللبنانية أكتر من يفوق 37 ألف متخرج الكدرة الاستيعابية للسوق اللبناني هو التلت طيب البقوي لاش بدنا نحن ما نحط طلن ثقافة بناء مصانع وتطوير منتجات جديدة عم تشوفي اليوم عم بيعمل مصنع للتكنولوجيا مش درور يكون هون نحن ما عم نحكي صناعات مزائية نعم اليوم ممكن نعمل بي أل سي ممكن نعمل أي منتجات إلكترونية نحن بحاجة لإله وهيدي شق مهم وإضافة إنه في شق تاني ناخد كفاءات فنية من هلأ نقشعون تقشعون ولكن إذا حدا بلش يعني أنا بدي بلش بالصناعة أنتو كيف بتساعدوني كتجمع صناعيين بالنصيحة بالإحاطة بتسهيل الإنتاج كيف كم تسمى الأشياء عنهم هندس كان عمل نظام تهوي وإشياء للمصانع مجرد انتساب لتجمع الصناعيين صار يقعد مع الصناعيين باجتماعاتهم بلقاءاتهم تعرف عليهم حدام الصناعيين يخبرهم شو بعمل صار الداتا الموجودة عنا يستعمل يستعين فيها يتواصل مع المصانع نحن بحاجة لإلهم مش هو بحاجة لإلنا نحن بحاجة بس ما كنا عمل لأيون بحاجة لبعض نحن بحاجة لبعض نعم طيب في كمان خطوة مميزة هي ربط الصناعيين ببعض من خلال منصة إلكترونية نعم هيدا هلأ عمنا الشغل علي بتجمع الصناعيين وجمعية الصناعيين في لبنان اللي نحن جزء منها كلنا منكمل بعضنا بس انه بالبعض مشاكلنا أكتر منهم دايما نحن الخبيط والكف برقبتنا بموضوع الليطاني وموضوع المعابر واللي حكينا فيه التهريب والمعامل الغير الشرعية أقل من الشوايفات أو المتن أو جبال أو غيرها وبالتالي هاودي الصناعيين صاروا يعملون مع بعضهم أكتر هلا كأن نحن كنا نجيب بلاتات بلاستيك للمعامل تبعنا من السعودية بلات بلاستيك حسب شروط الآيزو بوقت حد مني على 2 كم مني في مصنع يعمل بلات وأنا مش عارف هذا الرابط اللي موجود صاروا المصانع يعملوا معهم ونحن بلشنا ومن هون بتخلق أنه صاروا يحبوا بعض لأنه صاروا ينفعوا بعض بلاس إنه نحن قدرنا كتفنا كلنا إنه نعمل شي مهم على صعيد منطقة هي إنه نعمل الاندماج بين المصانع والتوأم تجي هالمصانع اللي عم تشتول كلها مثل بعض نحن أخذنا قطاع الأجبان أجبان الأجبان اجتمعوا كلكون أنديوا منتج واحد نحن أخذنا الأشقوان مثلا هلأ في مصنع جديد بالمنطقة بلش بصناعة الأشقوان بصناعة الموزاريلا دهروا شوائي من الأشعة العادية تبع بتقدروا تنافسوا بالأسعار أكيد أكيد عبي ياخدوا حق البداع أكيد ما رح يقدر ينافس إنما اليوم الولاء الموجود نحن نراهن دائما على ثقافة الشعب اللبناني وواعي الموجود برا الولاء الموجود للمنتج اللبناني برا نحن مدينين من خلال هذا حتى نقول للبعثات الدبلوماسية برا للملحقين الاقتصاديين لكل لبناني بالاغتراب أنا من خلالكم بدي إله مرسي كل اللي عم تعمل وعم بتساهم وعم بتدعم المنتج اللبناني من خلال شرائق منتج اللبناني هيدا نحن عم نصرف بإنه نقوي صناعتنا الوطنية السيركل تبرم لندعم المزارع بأرض الإضالة يشتغل هون نحن نعطي كريدت للاغتراب لأنه حقيقة هني سبب صمود هني جزء من صمود جزء مهم شو عملتوا بقصة يعني متابعة موضوع الصادرات الصناعية اللبنانية إلى السعودية مثلا وصلنا لمطرح منيح إجا اختطاف مواطن سعودي في بيروت رجعنا لنقطة السفر يعني دايما هذا الشيء بالصدفة صار برأيها كلها يعني بترك أنا الموضوع للأجهزة أمنية إياة جيش هي لتولد تحقيقه وهي اللي مشكورة ولا لعنا احتفال لعيد جيش بأول قاب بقاعد اختمار لنقول شكرا مع كراء الفيحاء ومجموعة من الفنيين لنقول نحن إنه لو ما الجيش اللبناني ما فينا نوصل لما صنانا كمان هايدي لازم نضو عليها لأن حقيقة يشكر يمكن أخرت الحل إنما نحن موعدين وهذا كلام إجا على لسان المسؤولين السعوديين وكان الرئيس مئاتي موجود مع وزير الصناعة في المملكة العربية السعودية وكان السفير اللبناني موجود وكان في وعود إن شاء الله تبشروا بالخير رح نبلش نرجع تعودة الاستيراد من لبنان وحقيقة السعودية هي متنفس كبيرة للصادرات اللبنانية لأنه نحن بيوم نحن راهلنا هذه الأسواق كالصناعيين أول شي إليها قريبة والسقافة مشتركة مثل بعضنا وفي استهلاك يعني كمية الصادرات يمكن هلأ نحن اللي كانت هم تطلع السعودية حولنا نوزع على باقي المناطق في العالم على باقي الخطوط هذي كمان عملنا الخير إلى أفضل على لبنان ونحن لا ننكر أي شي ولن نرضى إلا نكون على علاقة جيدة مع الأخوة العرب في كل الخليج العربي وتكون المنتجات اللبنانية اللي هي بيعرفوا إيمتها وبيعرفوا اليوم قداش النوائية مطلوبة بيحبوها حقيقة نحن إن شاء الله أنه بترجع الأمور لطبيعة إن شاء الله بدي أشكرا كتير رئيس تجمع الصناعيين بالبقاء عن أولى أبو فيصل أهلا وسهلا فيك ببيروت 24 شكرا لألي شكرا